تقول أنا يعني اغتسلت من الطهارة الكبرى طهارة الحيض و نسيت أزيل طلاء الأظافر ماذا علي؟ هل أعيد الغسل أم الوضوء؟ أم راشد بارك الله فيك بالنسبة لي من شروط صحة الغسل و من شروط صحة الوضو إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة و الأظافر من البشرة فكل امرأة وضعت طلاء الأظافر و التوضأت يجب عليها أن تعيد الوضوء و كل امرأة وضعت طلاء الأظافر و اغتسلت الغسل الواجب و سواء نسيته نسيت الطلاء و تعمدته و غسلها غير صحيح يجب علي أن تعيد الغسل أنت الآن غسلك ناقص ما تقل والله أكمله بالوضوء لأن الآن في جزء من بدنك ما وصله الماء ما وصله الماء و حدث الجنابة و حدث الحيض يجب أن يعمم البدن بالماء بمعنى لا يبقى ولا موضى شعره من الجسد حتى يصله الماء فعموما يا أخت الفاضلة إذا تنبهت في ماء يعني بعد ما انتهيت من الغسل و رأيت بأن الطلاء الأظافر ما زال موجودا تزينينه ثم تعيدين الغسل تعيدين الغسل إلا إذا كنت قريبة يعني الآن أنت تغتسلين ثم انتبهتي و أزلت هذا بشكل سريع يعني تكملين هذه المنطقة منطقة اليد مثلا لأن الترتيب غير واجب في الغسل بخلاف الوضوء الترتيب غير واجب فتكملين تقولين لا مضى فترة يعني حتى نشف البدن لا تعودين فتغتسلين من جديد بارك الله فيك